السلام عليكم ازايكم مازال الهجوم الاوكراني داخل الاراضي الروسية هو تقريبا كده اكبر هجوم يتم على الاراضي الروسية منذ الحرب العالمات التانية والغريبة ان هو بيتم في مدينة كان الناسيين اجتحوها وهي مدينة كورسك الكلام كله دلوقتي والتحليلات كلها طالعة ايه لا هيحصل بعد كده يعني سيح بس ان فيه غزو اوكراني وان اوكرانيا بسيطرة على مساحة كبيرة دلوقتي في روسيا محدش ابدا كان يتوقع ان الروس يتم غزو اراضيهم بالشكل ده فا ايه اللي هيحصل ايه لتوقعات تاعت المحللين العسكريين شايفين ايه ايه اخر الاخبار اللي طالعة من هجوم كورسك هجوم على فكرة خطير جدا وده ممكن هجوم يحول الحرب بشكل كبير تفاصيل واخبار مهمة جدا بس طبعا عشان اقول هالك واكشفها لك كلها لازم ولك اتقسم لو قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت انها روح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب لي هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عاوز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي عاوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باوتكس مش باوتكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيبوا الحرارة الكرابة بتاعهم اسفل الفيديو لو حاند تابع معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معانا النهاردة ممكن يكون مختلف في النسبة لحضراتك واول مرة هتسمعوا في ما يخص حرب روسيا واوكرانيا الحقيقة كل الناس عملة تتكلم النهاردة هل اوكرانيا في حمل الجبهة جديدة يعني ايه يعني خد بالك دلوقتي الجبهة الروسية الاوكرانية هي على مساحة او مسافة الف كيلومتر يعني دي خطوط مواجهة خاص اللي هي في حالة اوكرانيا الف كيلومتر والالف كيلومتر دول الاوكرانيين يعني تم استنزافهم بشكل غير طبيعي وخسروا خسائر غير طبيعي وفي نفس الوقت الاوكرانيين مش عارفين يبعطوا تعزيزات اا الروس عميلة تقدموا بشكل كبيل جدا ويقول تحرك ان اقليم دونياسك خلاص بيقع في يد الروس وهي مسألة ايامي يعني والروس سيطروا على اهم الكرة اللي هناك ويسقط اقليم اا دونياسك بشكل كبيل فهل اوكرانيا بدل ما تبعط تعزيزات تقوم فتح جابها جديدة؟ الموضوع ده جريب جدا وهل اوكرانيا لما تفتح الجابها الجديدة دي هي قادرة على ادخال تعزيزات قادرة على انها تقعد تبعط منظومات دفاع جوي وتقعد تبعط اشخاص وجنود ومعدات والكلام ده كله في حين ان الجابها الشرقية وقفة ارحية انا قلت لحضرتك ان ابرز حاجة في الهجوم الاوكراني ده ومختلفة ان الاوكرانيين ما بيصرحوش بس انزيلنسكي النهاردة طلع صرح فالك على فكرة الهجوم الاوكراني ده اللي تم هو لارباك الجانب الروسي انا ممتن لكل وحدة في قواتنا المسلحة اثبتت ان اوكرانيا قادرة على استعادة العدالة والابقاء على الضغط اللازم على المعتدي الروسي واضح جدا ان اوكرانيا فتح الجابها دي هي جابها انتحارية اولا واخيرا كل الناس مش عارفة ايه سبب لحد دلوقتي يعني شوف لحد دلوقتي مر تقريبا ست ايام واحدة في اليوم السابع او بعد الساعة 12 بيننا اليوم السابع يعني محدش عارف ايه هدف الهجوم ده بس واضح جدا ان هو هجوم اول واخره كده ده عائل وهو عملية ارباك هل تعتقد ان فيه جيش يوم بعملية ارباك ان هو يدفع بكل احتياط بتاعه للكيام بعملية ارباك لجيش قصده قال مسؤول اوكراني بان الاف الجنود الاوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في تلك المنطقة بغية تشتيت القوات الروسية وزعزعة الوضع في روسيا ليه يجب الوقوف او انا بقول لك عملية انتحارية وعملية ده عائية في التوقيت بتاعها عشان الانتخابات الامريكية عشان جو بادن اه لما يدي المهمة لكمال اهارس مسلا انها تنزل الانتخابات يقولوا والله سياستنا في اوكرانيا ما كانتش فاشلة بدليل القوات الاوكرانية فين دلوقتي في قلب الاراضي الروسية فده امر مهم تاني حاجة واضح جدا ان الهجوم ده تنمي بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان الروس مش عارفين يوقفوا الهجوم لحد امبارح انا واضح معاك كويس اول حد امبارح الروس مش عارفين يوقفوا الهجوم لان العملية تمت بالاف الجنود ده عفكرة الروس لما بيعلقوا على عملية اجتياح اقليم كورسك بيقولك ده الف جندي اوكراني ان الاوكرانيين بيقولك هو ابعد من كده بكتير وانا قلت لحضرتك ان العدد اللي نيويورك تامس تتكلم فيه هو فرقة فرقة ده يعني اربع الوية انت بتتكلم في عدد الضخم الاف الجنود فانا بقول لحضرتك عشان كده اوكرانيا دفعت بكل ما تملك في هجوم كورسك ده هي عملية تحرية الناس دي مش هترجع المسألة كلها في الوقت الى اي مدى تظل القوات الاوكرانية متماسكة داخل الاراضي الروسية هو ده السؤال الاهم سيكمل هدف عملية ده على اي عملية تحرية كم ده كله بس الى اي مدى واي وقت تظل القوات الاوكرانية متمسكة او متمسكة بالاراضي بتاعتها الحقيقة النهاردة شاهدنا تحول وهو ان الروس تدو يقوله ان احنا لا وقفنا القوات الاوكرانية بشكل كبير في عدة مناطق من اكليم كورسك انا بقولك انهم وقفوا كل الهجوم لأ هل يبقى لك الهجوم بيتم بعمق 30 كم وعلى مساحة 160 كم ده اللي مسيطرة عليه القوات الاوكرانية فالروس بيكتدوا يتكلموا النهاردة وتدت اطلع اخبار لا عرفنا نوقف تقدم قوات الاوكرانية في عدة جبهات في روسيا وردا على توهل الاوكراني في منطقة كورسكا روسيا فرضت موسكو نظاما امنيا شاملا في ثلاث مناطق حدودية واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها لا تزال تتصدى لمحاولة توهل الاوكرانية في الاراضي الروسية كما امر مدير جهاز الامن الاتحادي الروسي بفرض نظام لمكافحة الارهاب في مناطق كورسك وبرايانسك وبيلو جورد وتمنح هذه الاجراءات اجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اغلاق منطقة ما بما يشمل فرض قيود على الاتصادات وتقييد بعض الحريات فيما تم اجلاء الاف المدنيين في منطقة كورسك طب ايه موشر في كده? وايه الخطير في كده? الخطير في كده انه واضح جدا الكوات الاوكرانية لما شافت انها لكحت بشكل كبير تعمقت زيادة ولما تعمقت ابتدت ترهق ولما ابتدت ترهق ابتدت خطوط الانتاج بتاعيتها ايه؟ او تمتد ده اثر على الكوات الاوكرانية وابتدت تبقى اضعف تعالش كده الروس يوقفوها تاني حاجة الروس قدروا يلموا نفسهم بشكل او باخر وكلام كله طالع النهاردة زي ما حركت تشوف الخريطة دي بالزبط قدامك كده فول سكرين الروس ابتدوا يسحبوا قوات من الشرق من شرق اوكرانية ابتدوا يدفعوا بيهم في اكليم كورسك والعملية تتمت منتهى السرعة الروس ابتدوا يكسفوا من ضرباتهم الجوية على تقدم القوات الاوكرانية ابتدى الروس يضربوا مسايرات بشكل اكبر بكتير فالنهاردة لاول مرة الروس بيتكلموا ان هم قدروا يوقفوا الهجوم الاوكراني على عدة كابحات طيب هل معنى كده الروس هيقدروا يترودوا الاوكرانيين بسرعة لا الاوكرانيين بتدوا يعملوا حاجة تانية ببا ايه هو بيتمددوا يتمددوا او يوسعوا بمساحات اللي هم سيطرين عليها ليه عشان وقت يبقى اكبر لطردوهم هم كده كده عارفين ان هم حيمشوا بس هو بياخدوا وقت اكبر لطردوهم يعني ايه وقت اكبر لطردوهم لو عتفتكر الكوات اللي هي بتتمدد وتسيطر على الاراضي هي كوات وقفة كده في الشارع او كوات مثلا واقفة بتستعرض عدلاتها واقفة بطريقة زي الجيوش القديمة وقفين صف كده ويسهل جدا ضربوهم لا دول بيسيطروا ازاي يا باشا دول بيخش ويتخفوا وسط المباني المدنية بتاعت المدنيين يخش ويستخبوا في سوبر ماركتز يخش ويستخبوا في مباني مدنية فالامر كده هيخلي دي حرب عصبات وحرب العصبات دي هتاخد ايام هو ده بالضبط الاوكرانيا حاوزاك عاوزا تخلي اه الانتخابات الامريكية تعدي واوكرانيا موجودة في اقليم كورسك عشان لما يجي ترامب ده لو جهة لما يجي ترامب ويتكلم بدء التفاوض اوكرانيا تقولك اللي احنا عندنا هو بتاعنا واللي عند الروس شارع اوكرانيا يخدوك ولو عاوزنا نمشي من الكورسك يسلمونا شارع اوكرانيا وهكذا يبتدي التفاوض خلاص او ان الروسيا يتخلو عن منطقة من الاربع مناطق ومنطقة وصاب منطقة ده لو جي ترامب تقول لو جيت كامالا هارس لو جيت كامالا هارس انت كان مكنان تاني خالص بقى الحربة دي ممكن تستمر اكتر وبدل ما امريكا انفقت 200 مليار دولار في الحرب دي تنفك 300 وهكذا اكيد كامالا هارس مش هتخلف سياسات جو بايدن وهتستمر بالحروب يعني هتستمر خلي بالكامالا هارس هي نائبة الرئيس كان بتشرف على كل حاجة تقريبا والستة كان قدام يعنيها كل حاجة فهل تعتقد ان كامالا هارس لو جيت ومسكت امريكا معين انا شك في حاجة زي كده هل تعتقد انها تنسحي من اوكرانيا او هتبطل انها تبعد دعم الاوكرانيا حرب دي بدلا هستمر اه تلات سنين خش بقى في خمسة او ستة ومعاك فالامر ده هيبقى قاصر فالاوكرانيين دلوقتي بيلجأوا ان هم يستخبوا ويعززوا مواقعهم بحرب العصابات لدرجة ان الروس ابتدوا يحفروا خنادق قرب محطة نوية اسمها محطة نوية بتاعت كورسك على فكرة دي اهم هدف في اوكليم كورسكول ودي اللي بيدافع عنها الروس بكل ما يملوكه يعني بص حطين دفاعات جوية حطين جنود اهم هدف ان اوكرانيا ما تسيطرش على كورسك الكلام اللي طالع دلوقتي ان روسيا ابتدت تدفع بتعززات اكبر بكتير من اللي كان مخطط ليها او من اللي كان يتوقع الاوكراني انها تم الدفع بيها لا الروس قدروا يدبروا تعززات بسرعة وبكيميات ضخمة وبنستعيد دلوقتي ان احنا في مرحلة تانية ايه مرحلة تانية بدل ما اوكرانيا بتهاجم حتبتدي تدافع وخلي بالك هم ابتدوا يبنوا خنادق وابتدوا ان هم يعتمدوا على حروب بطريقة مختلفة امبارح لفكرة القوات الاوكرانية ضربت مطار تابع لروسيا ارب اكليم كورسك وده تقريبا تاني مرة اسمع عن الخبر ده جيش الاوكراني اكد بان القوات الاوكرانية نفزت عملية هجومية على مطار ليبتسكي الواقع داخل الاراضي الروسية وهو مطار عسكري وموطن لعشرات الطائرات العسكرية يعني اقلت حضرتك من ثلاثة ايام بعد ما اوكرانيا اكتاحت اكليم كورسك ضربت قاعدة دلوقتي بتتكلم في مطار وضربوا مطار ده بعد الضخم من المسايرات لان المسايرات الاوكرانية قدرت انها تضرب المطارات دي فده امر مهم الامر التاني اللي قال الروس جدا حاجة واحدة بس الى اي مدى اوكرانيا قادرة على دفع بمزيد من الكنود طب هل عند روسيا خطة بديلة الحقيقة عند روسيا خطة بديلة ايه هي خطة بديلة ان روسيا تبتلت بكل بيلا روسيا في الحرب كان الكلام مبارح في فيديو بتاع مبارح اقولت حضرتك ان الطريق لكييف مفتوق لان اوكرانيا دفعت بكل التعزيات الموجودة عشان تدفع عن العاصمة كييف دفعت بها في اكليم كورسك صح؟ فلو بيلا روسيا دخلت الحرب وابتدت انها تخش عند كييف ممكن تسبب ادرات كبيرة جدا لاوكرانيا ماشي؟ بس في حاجة تانية ان بيلا روسيا ما تخشش عند كييف لأ هيتخش داخل اراضي الروسية ويتم سحب تعزيات من بيلا روسيا لحصار الكوات الموجودة في كورسك يعني ايه؟ يعني الروس يحاولوا يقطعوا خطوط الامداد عن الكوات الموجودة في كورسك بحيث ان هم يفصلوها عن الجابهة الاوكرانية ده الهدف حاليا بس عشان يعملوا كده لازم يطوقوه وإلا هتبقى الكوات الموجودة في كورسك دي هتعرف تتسلل لداخل روسي وتبقى موجودة لأقصى مدى ده اكبر انكلاب منذ انكلاب يافجيني برجوجين احنا النهاردة بأيادي اوكرانية وبالكوات الروسية المتحالفة او المنشقة عن الجيش الروسي اللي تحالفت مع كييف داخلين برضو لقلب الاراضي الروسية كده او كده الاوكرانيين بيعملوا كمية اكمنة لكوات الروسية غير طبيعية وابتدوا ان هم يدمروا ارتال جديدة بتدى تطلع صور لارتال جديدة مش قديمة ابتدى يتم نصب كمين لقوات الروسية وايقاع خسار كبيرة داخل قوات الروسية اللي راحة تقدم تعزيزات لقوات الروسية بتتصدى لقوات الاوكرانية فهي حرب من استمرارها لمدة سبع تيام واضح جدا ان القوات الاوكرانية مش عاوز تمشي على طول وان اوكرانيا هتدافع لاخر راجل وهنا يستمر السياسة المهمة جدا ايه هي ان الجرب او الناتو هيحارب لحد اخر راجل اوكراني عفكرة الناس اللي بيتم استدعاقهم للتجنيد في جيش الاوكراني ابتدوا يولعو في مناطق التجنيد وابتدى يحصل زي اضطرابات جامدة وضخمة بيتم رصدها حاليا بس طبعا الاعلام الجرب العمالية داري عليها بشكل او باخر بس انا بقولك بيتم رصد احتاجات كبيرة جدا وناس بتضرب الكوات اللي بتروح تجند المجندين او اللي بتقبض عن المجندين وبيولعو في مراكز التجنيد ده امر الامر التاني المضاحص جرئت الناتو ان هو يقولك اه احنا مع اوكرانيا يعني اه احنا مع اوكرانيا يعني الناتو النهاردة امريكا بتقولك والله المعادات الامريكية مع الكوات الاوكرانية داخل روسيا شرعي ده اوكرانيا بيدافع عن نفسها فهل معنى كده ان اوكرانيا تدافع عن نفسها بمعدات داخل الاراضي الروسية انت كده بتضرب ده ده هجوم مش دفاع بس امريكا بتقولك لا ده ادفاع انته كله تبنى نفس الرؤية يعني المانيا قلت لك الله ده اتفاع عن نفسه ان الكوات الاوكرانية تستخدم دبابات المانية وتستخدم معدات المانية وهكذا ايه اللي انا عاوز اقوله انا عاوز اقول لحضرتك ان العملية دي عملت فعلا كل اغراضها لحد الوقت عملية اوكرانيا للسيطرة على الاكليم كورس حققت كل اهدافها وازياد من اهدافها كمان بس العملية دي هتطلع في شينك او هتطلع اعلامية لو الكوات الروسية قدرت انها تقتل عدد ضخم من الكوات الاوكرانية او انها تدرت الكوات الاوكرانية بسرعة غير كده لو استمرت سيطرة الكوات الاوكرانية لشهر شوف انا بقولك ايه شهر او شهر بنص زيلسكي هيشعر بنصر رهيب هل الكوات الايكرانية مسيطرة على مساحة ضخمة من روسيا ابدا via فكرة المساحة المسيطرة عليها الكوات الاوكرانية سواء بعض 30 كم او 1620 كم فهي في الاخر هي لا شيء بالنسبة الروسي يعني عشان كده الروس بيقولوا عليها هجمة اعلامية بس الهدف الاساسي اللي قدرت تحققه الهجمة دي داخل الكوات الروسية هو قلة المعلومات يعني خلي بالك الرقل اللي حصلت من ايه من روسيا ما عندهاش العدد الحقيقي اللي بتهاجم بيه اوكرانيا تاني حاجة ما عندهاش اهداف العملية فشل استخباراتي بكل انواعه وعلى فكرة الفشل ده مازال متواجد لحد دلوقتي الروس مش عارفين حاجات كتير عن الهجوم الاوكراني وانو الاوكرانيين بيسيطروا علي ايه او بيعملوا ايه كل اللي بقولولك ده طالع بالأدام الجربي بس ايه اللي بيطبقوا الكوات الاوكرانية حاجة تانية كل الكوات الاوكرانية اللي بتهاجم حاليا هي اللي تم تدريبها في القواعد الالمانية والبريطانية يعني دي كوات ما كانتش بتحارب او بتشارك في الحرب في شارق اوكرانيا لا يا باشا دول ناس طريبا كده حمنتكلم ع 70% منهم دول الناس كانوا بيتدربوا في الناتو وجم عشان كده هم مش مستنزفين اوي بس كده او كده لو الناس دول اتقتل منهم كتير لازم تعرف ان اوكرانيا هتضعف شكل كبير جدا والعملية دي ممكن تنقلب على الجانب الاوكراني بشكل او باخر لو الروس نجحوا ان هم يتردهم او قاتلوا عدد كبير منهم هتبقى عملية انقلابية بالعكس ده اوكرانيا هتبقى اضعف وكده او كده الروس لازم يعملوا عملية مشابهة او يردوا رد ضخمة جدا مايبقاش بقى بالكسف على العاصمة الاوكرانية لا بيتكلم على كسف ضخمة يعني روسيا تخش تاخد منطقة اصاد منطقة بتاعة كورسك دي بعد ما تخلص عملية كورسك بس هيبقى فيه رد وكل الناس بتوقعها عملية رد الروسي بس لحد ده ما يحصل لازم تعرف ان الاوكرانيين عمانين يستعرضوا بشكل كبير ولازم تعرف ان الاوكرانيين درسوا الموضوع ده كويس جدا انا عفكرة مش بشيط باوكرانيا ولا بدافع عن روسيا بس انا بس عزور لك حاجة لازم تبقى منصف في وصف الاحداث هل اللي حصل ده نصر روسيا ما ينفعش تطلع تقول عليه كده انت لازم تعرف ان ده هزيم الروسيا وان الاوكرانيين نقلوا الحرب لموطن روسيا وان الروس دلوقتي عمالين يهجروا من الكرة بتاعتهم عمالين يجروا من الكرة بتاعتهم والاول مرة الاوكرانيين يدفعوا الروس تمن كبير في الحرب ويخلوا قوات الاوكرانية تغزوا الاراضي الروسية هل تعتقد ان الاوكرانيين اخبية داخلين ينتحنوا داخل روسيا ويطلعوا انا ما اعتقدش واعتقد ان لما اوكرانيا تشعر انها ضعفت بشكل بي جدا ممكن انها تنسحها عشان تحافظ على البقية البقية من جرونها اما لو عملت العكس هي تبقى في كل متخباء هتبقى عملية خدت وقتها يا سيدي خدت اسبوعية ماشي تالات خدت وقتها وكله اشاد باوكرانيا بس اوكرانيا اصبحت اضعف وان الروس هيبتدوا يسحبوا من على فكرة قوام الجيش الروسي مليون نفر فالروس لو دفعوا بتاعزات ضخمة جدا ودفعوا كل الجيش الروسي للمعارقة بتاعة اوكرانيا المعادلة هتختلف فالروس دلوقتي بيجندوا ناس بيستدعوا الاحتياط الكلام ده كله عشان يدفعوا عن كورسك فده عدد جديد من الكوات الروسية هتخش في الحرب ومش هتبقى في صالح اوكرانيا لان العدد هيبقى اكتر هلي بالك المعارقة في شارع اوكرانيا في تفوق عدد لكوات الروسية لو روسيا دفع باحتياطات كديدة داخل المعارقة بتاعة اوكرانيا انت بتتكلم ان تعداد الجيش الروسي هيبقى اكتر بتتكلم ان الروس هيدفعوا تقريبا بنص جيشهم مثلا خمسمائة الف يا سيدي ستمائة الف سبعمائة الف هتيجي تقول لي طب ما هم مش دافعين بااااا ويادفعين بااااااا قوات كبيرة في شارع اوكرانيا سيقولك لا ده في مرتزقة كتير مع الجيش الروسي انما روسيا نفسها او جيش الروسي نفسه لو تم استنفاره ودفع بهعداد ضخمة تبقى مشكلة ولو النيتو هو المخطط العملية دي زي ما انا متوقع هكيد في مرحلة اخرى انا معارفش هي ايه يا اما انسحاب يا اما استعراءات قوة يا اما ممكن حتى يبتكت تفوض رمت الاف الجنود بتوعها في النهر. مقابل عملية ده ايه? ما انت مخدتش ايه حاجة. والنهار ده الروس طالعين يقول لك احنا وقفنا. هنشوف الدنيا ماشي ازاي? الاعلام الجاربي طبعا عمالي احتفال لاحتفالات ضخمة جدا واوكرانيا. عفاكرا ده طالعين يقول لك ايه? طالعين يقول لك ده اوكرانيا احتدت لستين كيلومتر. عونك ستين كيلومتر. ده الاوكرانيين اتروا اه الاف الجنود الروس. مئات الجنود الروس. بيتم التضخيم في الاعلام الجاربي بشكل كبير جدا احتفالا باوكرانيا. بس المرحلة التانية او الايام القادمة هي اللي هتحسن. العملية دي هدفها ايه? ونجحة ولا فشلت. فيما يخص اكليم كورسك. يا رب اكونش رجل مضعف شكل مبسط. ويا رب انسو المصر. يا رب انسو العرب. ويا رب انسو فلسطين يا رب. تحيا مصر. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا إمين. ومن فوق السما السابعة. حميك يا رب العالمين. شكرا